ان الهولوكور فكرته قديمة جداً لكن الناس مو مقتنعين انهم يسوون سقف هولوكور شنو معناته السقف الهولوكور؟ سقف هولوكور يتم يعني صبه في المصنع ويكون عبارة عن عرض متر وعشرين في طول مفتوح وينقصص حسب التصميم من المكتب الهندسي هذا الهولوكور الناس ما شاعلهم فكرة البيوت مسبقة الصب القديم البيوت التركيبات فخيفين من الشيء هذا لا احنا نقدر ننبه ونقول على متابعيننا ان ما لشغل هذا مجرد سقف كل شغلك راح يكون صبه محلية الاعمدة والجسور والقواعد ورقابة الاعمدة بعد ذلك فقط السقف يعني تبت توسع ماكو اي مشكلة في الهولوكور يبقى بس السقف يكون جاهز وهذا اوفر لك واحسن لك واسرع لك وهذا ايضا يعني ميزة جميلة محاربة الاسعار الغالية كثير من الناس ادري الحين زعلانين على المهندس مطلق دعيج يقولون ليش العرض ما يشمل سرداب ايش حقه وشنو السبب احنا نقولكم السرداب صراحة تأخير للوقت نحتاج شهر ونص عشان نتخلص من المكتب الهندسي وشروطه التعجيزية عشان نخلص من اوامرهم وطلباتهم اللي ما تنتهي نهائيا لذلك اضطرينا ان في مشروعنا الهولوكور عشان ننجز وفي الاغلبية من الناس تقريبا 70% ما يبون سرداب فلذلك قلنا نسوي العرض ثلاثة دوار او دورين السرداب يمكن يصير جانبي او يعني يكون خارج العرض السرداب انا ما منعته لكن يكون خارج العرض الا وان ايضا اذا ببلش فيه عشان ما بكم تزعلون علي استبعدنا السرداب من العرض عشان نبي قسايم نخلصها بسرعة نبي الناس اللي شغلهم سهل نبلش فيه تعرفون ان شغل السرداب صعب جدا فلذلك احنا شلنا السرداب من العرض وان شاء الله راح اعدكم وعد ان شاء الله من واحد عشرة راح ان شاء الله نستقبل اللي يبون سرداب نقدر نسوي هو الكور بسرداب لكن عشان شغلة فيه اشياء معقدة وتطويلات المكتب الهندسي ويبي لوقت شهر ونصف فلذلك استبعدنا لواحد عشرة لذلك اللي بيسجل ما عليه انه يعني يتصل على التلفون اللي راح احطه تحتيني تتصل عليه وتحجز منه الحجز يكون عربون مقدم عشان عندك فترة اذا انت مو مصمم بيتك او ما عندك المخطط مني الى شهر عشرة انت جاهز وخالص من واحد عشرة ان شاء الله نستقبل الطلبات طبعا ما يحتاج اني مرة ثانية نروح المصنع طبعا هني هذا الرابط تحت هم راح احطه لكم عشان تشوفون ذهابي الى المصنع وشلون طريقة الهولوكور الهولوكور عبارة عن ايضا داخل السيكف يكون ما يعني السماء كمالة الهولوكور ما تقل عن عشرين سانتي وما تزيد عن ثنين وثلاثين سانتي حتى تسبب التصميم كل المسافات الواسعة هذه يجعل انه افضل من الهوردي وافضل من الفلات سلاب مع ان الفلات سلاب مشابه للهولوكور لكن الهولوكور مفرغ من داخل مفرغ دوائر وطبعا هذا يصعب مأمورية انتقال الصوت عبر الدوائر المفرغة الى الجهة المقابلة الاخرى ففي الدوائر المفرغة راح يتوه الصوت يفتر يعني من مميزات الاشياء الدائرية لو تدرسونها في الهنزة او في علم الفيزا الاشياء الدائرية اتوه الاصوات ما تروح دايريكت لما يكون مربع مثلا الاشياء المفرغة مربع يصير سهل لكن اشياء الدوائر يتوه الصوت فيها مما يؤدي الى ضعف انتقال الصوت الى الجهة الاخرى هذا بعد اشتابه اكثر من شيء شيء جميل جدا انه عازل للصوت وجودة ومتانة وشغل عدل هذا كله في سبيل انه احنا نطبق الان حان وقت تطبيقه لانه اصبح المقاول النجار غالي في الاسقف بالذات والحداد ايضا اصبح يوميته غالية وكذلك النجار وكل تلك المرفقات اللي تصاحبها لعمل كل دور طبعا ما يحتاج نقول لكم الخشب راح يوفر لك الخشب ويوفر عيك طبعا اذا انت ما تريد تشتغل بايدك المقاول راح ينزلك من سعره لان الخشب مكلف على المقاول ويحاتيه طوال ما يبلش فيه مشروعك والجكات طبعا اذا اجار تعال شوف عاد جمع هذين كلهم يوصل مبلغ خيالي عشان اسوي سيكف دور ارضي لذلك لما نسوي لك سيكفولو كور راح يصير اقل شي بالنازل 4000 دينار كما كثير من الناس نقلوا لي الموضوع هذا وطبقوا عندهم في قسايهم خاصة في المطلع لذلك الان احنا بات من الضروري ان ايش انتوجه ونحول شغلنا الى سيكفولو كور